موسيقى موسيقى كل صان طيبين النهاردة احنا في صوامع السلام احد الصوامع التابعة لمحافظة الاسكندرية عندنا في اسكندرية سبع ساعات تغزينية تم استرام الاقمح فيهم على مستوى المحافظة ومازال في العديد من الساعات جاهزة برضو الاستعام ما يفيد او ما يزيد عن المستهدف السنة دي الحمد لله الموسم مبشر بالخير القمح زوجودة عالية جدا في اقبال وترحيب من الفلاحين والمزارعين على التوريد في جميع انحاء الجامورية وبصفة خاصة عندنا في اسكندرية الحمد لله احنا وصلنا تقريبا لترات تلاتين الف تن او اربعة وتلاتين الف تن ومازلنا في انتظار المزيد وان شاء الله نوعد المواطنين ان احنا عندنا ما يكفينا ويزيد الموسم السنات ان شاء الله زي تعليمات معالي الوزير انه هيستمر لغاية تلاتين تمانية واحنا شغالين يمكن مش عايز مش عايز اقول ان احنا بنشغل تقريبا حوالي خمسطاشر ساعة في اليوم او ما يزيد على ذلك كله في صالح الدولة وفي صالح البلد عشان نقدر نستوعب اكبر كمية ممكنة الاقمح زي ما حضراتكم شايفين كده وراي العربيات الحمد لله بيمكن فيه كسافة عالية جدا من التوريد المستاد المفاتشين واللجان واعضاء اللجان بيعملوا بكامل جهدهم على انهم يضمنوا ان فعلا الامحل يدخل زوجودة عالية وتبقى للموصفات الموضوع من الوزارة وده اللي احنا بنسعليه دايما نحافظ على اللوم تعيشنا وبالتالي ان شاء الله الحرب الروسية الاوكرانية بوعد المواطنين ان هي لن تؤثر علينا سواء حاليا او مستقبلا بل بالعكس يمكن تبقى لتعليمات فخام الرئيس الجامورية الدولة بفعلا في زيادة المساحة من زرعة بالقمح لحاولة الاكتفاء الذاتي زي ما اكتفنا بالسكر او صدنا تمانين تسعين في المية من السكر فان شاء الله اقمح برضو ان نوعدهم ان احنا هنوصل لمية في المية السنة دي ممكن نتخطى التمانين في المية من احتاجاتنا وده المتوقع والمستهدف ان شاء الله فربنا يصرح حال وندعي كده ان ربنا يسطرع على بلدنا ويسطرع على الشعب وعلى المواطنين وفخام الرئيس الجامورية ومع الوزير مع المحافظ بصراحة كله لا يكسر اي جهد في صالح المواطن واحنا فعلا بنشتغل وبنحاول علشان خاطر المواطن وبطمنوا بقولوا كل سن طيب ما تقلقش احنا وراق والدولة كلها وراق والصالحك وإزن الله